ميسا ميسا على كل وشاء دحيح الافلام. تخيل معي كده ان يبقى معاكو وخرقة تحق بيها كل الامنيات والاحلام اللي نفسك فيها. بس وقتها ما تدرش انك تعمل اي حاجة. وده بسبب انك كنت بتفكر في نفسك بس. وما فكرتش في ولا مرة انك تتمنى امنية تساعد بها كل الناس. فيلم ابسوليتلي اني ساند. صدر سنة الفين وخمستاشر وبيتصنف من افلام الخيال العلمي والاصارة. بيبدأ فيلمنا مع تجربة لاطلق الصاروخ في الفضاء الخارجي. وبيكون العلماء قرروا انهم يعملوا الموضوع ده علشان خاطر يكتشفوا باقي الكواكب التانية. وانهم من خلال الصاروخ ده هيقدروا يتواصلوا مع الكائنات الفضائية لو في منها موجودة وكده. بس طبعا اطلاق الصاروخ هدوات كبير جدا في التجهيزات علشان ده ما كانش اي صاروخ هادي كده وخلاص. لانهم كانوا مقتنعين ان اطلاق الصاروخ هيقدر يعرفهم حاجات كتير عن الفضاء الخارجي. وغير كده بيكون اهم حاجة هم عاوزينها هي انهم يعرفوا هل فيه حياة في الكواكب التانية زي جوكب الارض ولا لا. واطلاق الصاروخ خد اربع مراحل وبالما طلع للفضاء. بس كله كان فرحان اول ما تم اطلاق الصاروخ. وبقعوا عاديين مستنين ان يتواصل من الكائنات الفضائية معاهم. بعد كده بننطيع الحفلة التكريم كانت معمولة الكاتب اسمه كلارك. وبتكون الحفلة دي حاضر فيها كبار العلماء وعادة كبير جدا من الناس والاعلام. وبنشوف بنت اسمها كاترين بيكون هي اللي بتقدم الحفلة دي. وراحت كاترين من هادي على كلارك علشان خاطر يطلع استلم جايزة احسن كتاب. لما تلعى كلارك علشان خاطر يستلم الجايزة. واتا كان سامسوا الكلاب كتيرة وبعدها لسه مش بيلحى يقول كلمته. راحت الكلاب دي جات وهجمت على كل الناس اللي كانت قاعدة في الحفلة. وفي الوقت ده بنعرف انه اصلا كان كل ده كان كلارك نايم على المكتب بتاعه وكان بيحلم. ونتيجي صاحبة البيت وبيتخبط عليه. لما بيفتح لها كلارك الباب راح يليه صباح الخير. ايه في حاجة ولا ايه? فقالت له الست انت عمل نفسك مش شايف يعني يوم ما بقاش عندك اي دم. فعرفها كلارك انه عارف انه عليه ايجار متاخر بس الدنيا معاه الفترة دي مش مزبوطة قوي. فعرفته ست انه هتديله اخر فرصة الشهر اللي جاي لو ما دفعش الايجار هتطرده هو والكلب بتاعه من الشقة. وبنعرف ان كلارك بيبعيش مع الكلب بتاعه اللي بقى اسمه دينس. لما بينزل كلارك من الشقة واتابي قابل كاترين اللي بتبقى جرته في الامارة وهو من زمان بيبقى نفسه انه يتكلم معها. واتابي يعرف كلارك كاترين انه لو عندها اي حاجة يقدر يتواصل معها بيها تبقى تقوله عليها. زي مثلا الفيسبوك او الوصاب وكده. فردت عليك كاترين وعرفته انها ملاش في الحاجات دي قوي. وانها لو عندها حاجة منهم اكيد مش هتيجي تقوله عليهم. في الوقت ده بنطلع للفضاء الخارجي. وبنشوف مجموعة من الكائنات الفضائية بيعودوا يتكلموا مع بعضوا بيتناقشوا على طريقة يقدروا يتواصلوا بيها مع الارض ويسيطروا عليها. وبنرجع مرة تانية لكلارك اللي اول ما بيوصل المدرسة اللي هو شغال فيها. ساعتها بيقابل صاحبه اللي وقتها بيطلب من كلارك عشرين جنيه علشان يكمل بيها الاختراع اللي هو بيامله. بس كلارك مرضيش يديله اي حاجة لانه عارف ان ري هيفشل زي كل مرأة. ساعت عرفه ري انه لاحظ انه محتاج بنتي معاه علشان خاطر يتونس بيها بدل ما هو وحيد كده. فقال له كلاركو انت مين قالك يا ري اني وحيد من معي الكلب بتاعي دينيس مالي علي حياتي ومسليني طول الوقت. بنرجع بعد كده مرة تانية للمخلوقات الفضائية اللي كانوا لسه بيتفرجوا على اللي بياملوه البشر في كوكب الارض. وبيكون القائد بتاع الكائنات الفضائية اسمه شارون اللي راح يلوم انه بصفة رئيس المجلس الاعلى للكائنات الفضائية قرر انه يصدر امر ليهم بانهم يدمروا الكرة الارضية كلها. بس وقتا واحد من اللي كانوا عاديين راح يلل شارون مع لش شارون في اللي هوله لك ده. بس ده قرار مش كويس منك خالص. وده لانك بتقول انك هتدمر كوكب الارض من هلم تدي لسكان الارض فرصة. في انهم يستهلوا يعيشوا على كوكب الارض. وفاهموا ان سكان الارض لما طالوا للفضاء والمجرات معملوش اي حاجة. وانهم بس كانوا تلوا علشان خاطر يستكشفوا الاماكن. فقال له شارون خلاصا موافق على كلامك. وعد البشر فرصة في انهم يثبتوا نفسهم انهم مخلوقات محبة للسلام. بس لو فشلوا في النوم يثبتوا الموضوع ده هندمر الارض كلها. بنروح بعد كده للكاترين اللي بنعرف انها شغالة محطة تليفزيونية. بس وقتها جاتلوا المزيعة وعرفتها انها مش عجباها الاسئلة اللي هي كاتباها. وطلبت منها انها تكتب لها عشر اسئلة غيرهم بسرعة. وتجهزهم ليها على الظهر كده. وطبعا كاترين كانت متضايقة لانها كانت تايب تقود في الاسئلة دي. وفي الوقت ده جي مدير القناة وطلب من كاترين انها تفهم دماغ المزيعة اللي بيكون اسمها وبيعرف انها ممكن يكون باين عليها انها مغرورة وكده. بس كلامها في نفس الوقت ببصح لان المشاهدين بيحبوا البرامج المسيرة. لما بيتروح كاترين تشتري حاجة من السوبر ماركت. وقتها بيكون كيلاركو وكمان هناك. وكانت كاترين وقتها قعدة بتعيط فرح كيلاركي سمعها ودالها منديل وعرفها انها تهدأ شوية علشان خاطر الناس اللي في السوبر ماركت ما يتلموش حواليها. في الوقت ده كانوا الكائنات الفضائية بيتكلموا مع بعض في شوية قوانين. وستبيعرفوا النوم لشان خاطر يدوا فرصة للبشر انهم يثبتوا نفسهم لازم يدوا واحد منهم القوة الخرقة اللي موجودة عندهم. وبنرف ان الشخص اللي يمتلك الطاقة دي هيقدر يامل اي حاجة تخطر في باله. بس بيقولوا البعض انهم هيفضلوا متبين الشخص اللي هيبقى عنده القوة الخرقة دي. وانه لو استخدمها في الشر هيروحوا انضمرين الارض على طول. ولو استخدم القوة دي في الخير ساعتها يعملوا سلام مع البشر ويخلوهم يبويجوا يقودوا معاهم. وبعد كده بيروحوا يختاروا الشخص من الارض لحد ما راحهم يختارين كلارك وبعد ما بيختاروا كلارك بنعرف ان بيبقى قدام كلارك عشر ايام علشان خاطر يثبت نفسه ليهم. وفي الوقت ده لما كان كلارك ماشي بالعجلة بتاعته ساعتها جت رابية وخبطت فيه وهو راح واقع على الارض. وساعتها امت الكائنات الفضائية من ديالو القوة الخرقة في ايدو. وبنروح بعد كده لكاترين اللي لما كانت واقفة مع صحبتها راحت ايلالها انها تابت من الشغل بتاعها. وده لانهم كل شوية يطلبوا منها انها تكتب لهم كلام مش حلو عن الناس اللي بتكتب روايات وكتب مش كويسة. وانها شايفة ان اللي هي بتعملو ده بيأثر على الناس جامد ومش عارفة تعمل ايه في الحوار ده. ولما بتاعت كاترين مع صحبتها راحت معرفها انها زيئت من المدير بتاعها اللي بيحاول كل شوية انه يقرب منها ويصاحبها وهي مش عايزة. تغير كمان صاحبها غرانت اللي فاكر انها بتحبه. وهي وقتها بس مجرد صديق مش اكتر. وفي الوقت ده بنروح لكلارك اللي بيوصل المدرسة متأخر. وساعة مدير المدرسة بيقعد يزعق له على احوار التأخير. وعرفه انه لو تأخر كده تاني هيرفده من المدرسة. لما بيطلع كلارك الفصل بتاعته بنعرف ان الفصل ده الطلبة اللي فيه مشاغبين جدا. لدرجة ان كلارك قرر انه ما يخشش الفصل وفي دلواقف برا الفصل يقرى في الجرائد لحد ما وقت الحصة يخلص. وينشو بعد كده كلارك بيروح ياكل مع صاحبه ري. وساعة بيكون ري مدهيق علشان خاطر المدرسة اللي هو بيكرش عليها بتحب واحد تاني غيره. وانه رح ري قيل لكلارك انه لو نفسه في حاجة دلوقتي هتبقى ايه. فعرفوا كلارك انه هيتمنى ان الكلب بتاوي دينيس يرجعه لورق الفصل التالت من الرواية اللي كان بيكتبها. فسألوا ري ويهي تاني يا عم كلارك. فعرفوا كلارك انه هيتمنى ان الكائنات الفضائية تدمر الفصل بتاعه. علشان خاطر ما بقاش قادر انه استحمل دوشة العيال. ولسه مش بيكمل كلامه راحوا سمعين في المدرسة صوت انفجار جامد اوي. ولما راحوا يشوفوا في ايه لو فعلا ان الفصل بتاع كيلارك تدمر كله بالطلبة اللي كانت موجودة فيه. وفي نفس الوقت كانت الكائنات الفضائية جالها خبر من ان فيه كائن فضاء جديد ظهر في الكوكب بتاعه. ولما بيروح كيلارك البيت بتاعه وقتا بيسمع في قنوات الاخبار ان الانفجار اللي حصل في المدرسة بتاعته مات بسببه ثمانية وتلاتين طالب. وبعد كده بيتمنى كيلارك ان الارض اللي فيها فضلت دينيس تتنظف. وفعلا لما بيخلص كلامه قامت الارض متنظفة. وانه بدأ يفهم كيلارك ان اي امنية هو بيتمنىها بتتحقق. وراح جايب ازازة خمرة وامدلئها في الحوض. وبعد كده لا ترجع مرة تانية للازازة بس ما فيش اي حاجة حصلت. بس بعد ما شاور بايده راحت الخمرة رجع مرة تانية للازازة. وقتا اتمنى كيلارك ان الازازة دي تتبدل بازازة تانية جديدة. وراحت فعلا الازازة نزلة من البيت وفضلت تجري من كيلارك في الشارع لحد ما وصلت للمحل وكسرت الازاز ودخلت جوه. بس وقتها جهاز الانزار بيشتغل فبيهرب كيلارك بسرعة. بس وقتها بيجيله الضابي الشرطة بيقبض عليه. بس انه قرر دينيس انه يدخل ورا حاضد الضابط ده. واستغل كيلارك الفرصة وامجاري منه. بس هو بيجري من الشرطة اموائي على الارض وساعة اتمنى انه يرجع البيت بتاعه. وياكل الاكل بتاع دينيس وفعلا راحت الانية دي متحقق. وبعد كده راح كيلارك اتمنى ان كل الناس اللي كان بيحبوهم يفوقوا من الموت. واتمنى كمان ان التفجير اللي حصل ده ما يحصلش. وفاجأ بيلاقي كيلارك نفسه قاعد في المدرسة مع صاحبه ري. وقتها ري لما بيقوله يلا اتمنى حاجة نفسك تعملها. بس هي تهرفه كلارك انه حاسس انه بيحلم. لانه فعلا كان رد على سؤاله ده قبل كده واتمنى ان الفصل بتاعه يتفجر. وبنروح بعد كده للقناة اللي شغل فيها كاترين واللي كانت وقتها في فينيليا كابا واحد يتكلم معاه في حوار الكتب اللي بيكتبوها المولفين الصغيرين. وبيبضلوا الاتنين يترياوا على الكتب دي. وفي نفس الوقت كانت كاترين قادة مع مدير القناة اللي كان بيقولها انها لو وفقت الناه تبقى معايا على طول هي مسكها منصب كبير جدا في القناة. وسيتبيجي غيرانة صاحبه ولابس البدلة العسكرية. وسيتعرفته كاترين انها مقدر اعجابه ده جدا بس هي مش شايفة غير انه صاحبها مش اكتر. وان اول ما خرج مدير القناة من الاوضة رح معرف غيرانة ان كاترين مش حاب وجوده وامترضه من القناة. وتاني يوم بنشوف كيلاركاب لما بيخش الفصل بتاعه رح يتمنى ان الفصل يبقى هادي والطلبة تسمع كلامه. وفعلا الامنية تحققت ولعل كانت اعدى هدية. والموضوع ده كان اول مرة يحصل في الفصل من ساعة ماميسكو كلارك. لما خلص كلارك الحصة بتاعته واتاه شاف المدير واقف مع مجموعة من المدرسين. واتاه اتمنى كلارك ان المدير يحبه ويحترمه قدام الناس. اول ما شافه المدير رح سلم عليه وفضل يشكر فيه قدام كل الناس اللي كانت وافى. وفي الوقت تاب نشوف صاحبة كاترين اللي لما كانت بتجري مع كاترين. راحت ايلالها تسدقي الوقت غيرانت ده بيحبك. فعرفتها الكاترين ان غيرانت عاوز يمتلكها ويتحكم فيها. وهم لسه ما فيش اي حاجة بينهم اصلا. وفي الوقت اللي كان كلارك يقعد في المدرسة. راح اتمنى ان المدرسة برينغيل تموت في صاحبه ري. وساتة برينغيل راح تفضل تتكلم مع ري وتحب فيه. وهو ما كانش فاهم ايه تغيير المفاجئ اللي حصل ده. لما خلص كلارك المدرسة راح ووقفه قدام المراية واتمنى انه يبقى رئيس امريكا. وبعد ولا طر راح اتجايله عربية فيها وخطفته. وبيكون العربية دي تبع الرياسة. وفي دل الراجل اللي عاج جنب كلارك في العربية يعرفه على الملفات اللي المفروض انه هي رجعها. واول ما بيرجع كلارك البيت راح اتمنى انه يبقى راجل مهم. راح متحول لشكل اي نش طيب. بس كلارك ما كانش عاوز يبقى كده. راح يلنه عاوز يبقى راجل شكل جسمه كويس. وبعدها لما راح يوضع لسرير بتاعه راح يتمنى ان يشوف كاترين. بس لما راح يشوفها فضلت كاترين تصوت. فري بسرعة كلارك اللي السرير بتاعه يتمنى ان كاترين تبطل الصويت. ولما بيروح كلارك المدرسة وقتها قرر انه يعرف ري صاحبه على اللي بيحصل له. وسيتفهم انه اي حاجة هو بيتمناها بتحصل له على طول. بس ري كان فاكر انه بيهزر معاه. فراح كلارك اي للهيكل العظمي اللي موجود انه يتحرك ويرمي نفسه من الشباك. وفعلا الهيكل العظمي ام يتحرك من مكانه ورمى نفسه من الشباك على مدير المدرسة. بس في نفس اللحظة كان لسه ري مش مصدق الحوار ده. فراح كلارك يتمنى ان القوضة كلها يبقى فيها ولا. وبعد ما بينزله اللي تمنى المدرسة ساعتها ري فضل يفكر مع كلارك هيتمنوا ايه مع بعض? وقتها قال له ري انه يتمنى انه يبقى عندهم مزرعة محصنة. وشوية وقال له لا بقول لك يتمنى ان يبقى عندنا فلوس كتيرة وفي فيلال وقصور وانينا ما نتعبش ابدا في يوم. وفي الوقت اتاب نروح لغرانت اللي لما بيروح لكاترين وبيطلب منها انها تركب معايا العربية بتاعته. وقتها كاترين مش بتوافق وراحت ايلاله انها لطلق كزا مرة انها بلهاش في الجو ده. فراح راملها غيرانت المفتاح الشقة بتاعته وعرفها انها لو غيرت رأيها تبقى جيله. وبالليل بتروح كاترين تحكي لصاحبتها اللي بيعملوا معاها غيرانت. وزاعة صاحبتها اللي تلاقى طالما انت مش بتحبي غيرانت ومعجابة بكلارك. روح يهترفيله على طول. وفي لو لم كانتش كاترين موافقة على الفكرة دي. بس لما فضلت صاحبتها تزن عليها راحت موافقة. وفي الوقت ده كان فيها اطل في القوة الخارقة اللي عندي كلارك. وكانوا الكائنات الفضائية بيحاول انهم يصلحوها. وبنروح بعد كده لكاترين اللي بتروح الشغل اللي بتاعها. راح يلاها المدير انها مسكت اكبر منصب في القناة. وراح تاخل موريها المكتب بتاعها الجديد. ولما كان كلارك يتمنى ان كاترين تحبه. واتها لها كاترين بيتخبط عليه. وساعتها كان فاكر ان اللي حصل ده بسبب انه تمنى الامنية دي. وكان ساعتها غرانت واقف في رائبهم ام الاتنين. ام بيتكلموا مع بعض. وهو اللي بيصحى كلارك من النوم. واتها فضل يتمنى الجو يبعامل ازاي وام لابس دومه ونزلها لشان يروح المدرسة. وفي الوقت اللي بيروح كلارك يفطر فيه ساعتها فضل يفكر هيتمنى امنيات اي تاني. واتها تمنى انه يتعلم اللغة الالمانية ويقدر انه يتكلمها احسن من اي حد. وزاعة لما لقى دينيس سمالي هوها وجنبه. راح يتمنى ان دينيس يتكلم زيه زي البني ادمي. وفعلا كل الامنيات دي اتحققت وفضل كلارك يتكلم مع دينيس في حاجات كتيرة اوي. واتها لما جرس الباب بيرن راح كلارك يقول لتينيس انه ما يتكلمش خالص ويفضل قاعد ما كانه ما يتحركش منه لحد ما يرجع له. وفي الوقت ده بتكون كاترين جاية تتكلم معي وبتعرفه انها كانت معجبة بيه من زمان. بس ساعتها بتسمع سو دينيس وهو بيقول لكلارك انه بيحبه اكتر منها. وانا كاترين تعصبت وزيلت من كلارك انه بقى في نظرها بيحب الرجالة اكتر من الستان. وطبعا كلارك كان لازم يوضح وجهة النظر الغلط دي. علشان خاطر ما يبقى الشكل وحش قدام كاترين وقدامنا احنا كمان الصراحة. براح نزل وراها لطول بس وقتها كانت كاترين رجبة الاوتوبيس. وانا راح يتمنى كلارك انه يبقى في الاوتوبيس اللي موجودة فيه كاترين. بس ساعتها لقى نفسه في الاوتوبيس فراح متمنى مرة تانية انه يبقى جوه الاوتوبيس. فراح لقى نفسه جوه الشكمان لحد ما في الاخر ان طلع الاوتوبيس وساعتها كانت كاترين نزلت من الاوتوبيس وقتها راح كاترين وحكالها على كل حاجة وانه اي حاجة بيتمنىها بتحصله. بس كاترين ما كانتش نسدها اي حاجة من اللي هو بيقولها وفضلت تقول له يسيبها ويمشي. ولما بترجع كاترين شقتها واتلاها بتلاقي غرانة كانت مستنيها هناك. وقتها راح تكاترين افل عليه الباب وفضلت تزعق له ولامت كل السكان اللي في الهمارة. وساعتها قرر كاترين انه ينزلي ولا تطلع تقض معاه في الشقة بتاعته لحد ما تهده. ولما طلعت معا كاترين راح كاترين يحكي لها على كل حاجة. وفاهم انه يدر يحقالاه كل الامنيات اللي هي نفسها تحققها. وانه راح اتمع رفاق كاترين ان هي نفسها تترقى في شغلها. وراح اتمنى لها كاترين انها تمسك اكبر منصب في شغلها. وفي الوقت ده راح داخل عليهم غيرانتي من الشباك. وكان معا مسدس بيهدد به كاترين. واتا كلارك يتمنى ان المسدس يقع من ايد غيرانت. والاتنين بعد كده فضلوا يضربوا في بعض علشان خاطر كاترين. وزاتها كاترين لما ما عرفتش تهديهم ام الاتنين راح يتسايباهم ومشيها. وفي الوقت ده فضل كلارك يتمنى ان ايد غيرانت توجعه. بعد كده اتمنى انه يلزق في السقف وخليه حط راسه في الزرع. وبعد ما عمل فيه كل ده راح يقول له كلارك ان لو عرف انه قرب من كاترين مرة تانية. هيروح مخلص عليه على طول. لما راح كلارك يكلم مع دينيس راح جاي غيرانت من وراه يضربه على دماغ. وبنروح بعد كده لكاترين اللي لما بتروح القناة. واتا مدير القناة راح يلان نات رأت وام داخل موريها المكتب بتاعها الجديد. وبعد كده بنرجع مرة تانية لغيرانت اللي كان خاطف كلارك. وبيكون عمل كده علشان خاطر عارف القوة الخرقة اللي بيتحقاله كل حاجة هو بيتمناها. وبيهدد غيرانت كلارك انه لو منفذش كل الامنيات اللي مكتوبة قدامه في الورقة. ايروح من موت الكلب بتاعه. وفي نفس الوقت كانت كاترين رايحة تشكر كلارك على انه كان السبب في ناتي ترأى في شغلها. لما طلت الشقة بتاعته لات الزهرية مكسورة وعليها اثار دم. ولما دخلت يدور على كلارك وقتها لقيت ري صاحب كلارك يعاد في دولاب. ولما سهلته وجاي هنا ليه فراح ارفها انه جاي يخلي كلارك يلغي الامنية اللي اتمنهانه. واستنتجت بعد كده كاترين ان غيرانت هو اللي خطف كلارك. وبعدها قامت نزلة واخدى المفتاح بتاع شقة غيرانت. ونزلت هي وري علشان يروحوا لكلارك. وبروح لكلارك اللي كان عمال يقرى في الورقة اللي مدهاله غيرانت وعمال يتمنى كل الحاجات اللي مكتوبة فيها. بس اول ما جات كاترين وري ليا علشان خاطر ينقذوه. سيتأول ما فك كلارك ايده راح يتمنى ان غيرانت يتحول لشكل كلب. وبعد كده اتمنى لصاحبه راي ان المدرسة اللي هو بيحبها ما تحبوش. وراحت فعلا المدرسة سايباة ومشيئة. وبعد كده لما بيروح كيلارك يتكلم مع كاترين. ساعتها كاترين قالت له انها مش عايزة تعرفه تاني لانه ضحك عليها. وفهمها انه بيحبها. وطلع اصلا متمنى ليها امنية علشان يحبها وهي كمان تحبوه. ولما بيرجع كيلارك البيت راح فضل يتمنى امنيات للعالم كله. وفضل يتمنى ان المجاعات اللي في الدول تنتهي والحروب كمان. وان كانت السبب في الدمار العالم. علشان كده بعدها قرر انه يروح ينتحر. بس لما رام نفسه في المياه ام رايح دينيس ناطت وراءه. وانا مرضيش كلارك انه يسيبه يموت. وبعد كده بنعرف ان الكائنات الفضائية قررت انه تدمر كوكب الارض. وده لان كلارك ما درش انه يعمل اي حاجة خير. وبعد كده بنشوف دينيس بيطلب من كلارك انه يديه له القوة الخرقة. ولما ادهاله كلارك راح دينيس يتمنى ان القوة الخرقة دي تدمر خالص. وبعد كده راجع كلارك لليوم اللي كانت القوة الخرقة جاتلوا فيها. وان بسرعة رايح لكاترين وطلب منها ناتية تعشى معاه. وكده يكون كلارك حقق اهم امنية هو كان بيتمنىها. لحد هنا يكون خلص من ها يريد توصلوا الفيديو لعشر تلاف لايك. واشوفكم بكرة في فيلم جديد ومع السلامة.